تعرض لعب الجزائري كريم مطمور مهاجم نادي العربي الكويتي للتمزخ العضلي في اللقاء الذي خاضه مع فريقه ضد نادي الساحل لحساب البطولة الكويتية حيث كشف طقم طبيل فريق العربي بأن مدة غياب مطمور ستدوم أسبوعا واحدا وسيخضع فيها اللاعب العلاج المكثف وهو ما يعني أنه سيضيع مباراة فريقه أمام نادي القادسية لحساب كأس الكويت